اشتركوا في القناة او احيانا قرارات هم عايزين ان هم يمرروها ويتخذوها تجاه العالم المسلم ودايما الصراع اتغير اسمه الصراع ما بين الشرق والغرب الصراع ما بين اوروبا وامريكا هو بيتكلم على اشكال مختلفة من الصراعات ولا يذكر ابدا الصراع ما بين الاسلام وغير الاسلام ليه اشمعنا النوع ده من انواع الصراعات مش موجود في القموس بتاعكم لان في الحقيقة هذا النوع من انواع الصراعات هو الصراع الحقيقي الوحيد الذي حدث ويحدث وسوف يحدث في المستقبل ما بين معسكر الايمان وما بين معسكر الدجال ولذلك انا ارجو منك ان انت تنشر هذا الفيديو على اكبر نطاق لكي يصل لاكبر عدد من الناس وتفعل اللايقات لان الموضوع ده هيساهم في نشر هذا الكلام على اوسع نطاق ودائما بنستخدم مصطلح معركة الوعي عشان نوصل المفهوم الصحيح لأوسع نطاق من المسلمين دائما الغرب بينظر اليك ان انت المسلم المتخلف المسلم المتأخر عن ركب التقدم وان العالم المسلم ده عالم متأخر وهو بيحاول يصدر ليك هذه الفكرة لدرجة فعلا ان في كثير من المسلمين اقتنعوا ان هم عالة على الغرب وان الغرب صاحب فضائل عليهم والنعدة من المسلمين لم يقرأ التاريخ وهو مش عايز يقرأ هو تشرب الفكرة ان الغرب هم الاسياد وان هم اصحاب التقدم والتكنولوجيا والسؤال اللي هو يحسم هذه القضية الجدلية طيب اذا كان الغرب فعلا اوروبا وامريكا يرى في العالم المسلم انه عالم متأخر طيب ليه الاهتمام الشديد جدا بامور المسلمين ليه دائما بيحاولوا ان هم يفرضوا قراراتهم على هذا العالم طيب ما تسيبوا الناس دي تعيش براحتها وانتوا في حالكم وهم في حالهم ولكن الحقيقة ان هم عارفين ان المسلمين قوة كبيرة جدا جدا بركان خامد في اي وقت ممكن انه هو ينفجر ليه لان الغرب بيتميز فعلا عننا في نقطة واحدة ايه هي اللي هم قرأوا التاريخ وعارفين الماضي بتاعهم ولذلك عارفين ان هي جوالات ما بين الحرب ما بين معسكر الايمان ومعسكر النفاق لازم تعرف ان الدجال هو الذي يقود الخراب منذ القدم والرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا وبيفهمنا ان الدجال هذا الدجال الاعور ما من نبي بعث الا وحذر قومه من الدجال تفهم ايه من الكلام ده ان هذا الدجال الاعور خطر قديم جدا بقدم الزمان وافساده في الارض افساد خفي وهذا الكلام لا ينطلي على اهل الايمان واهل البصيرة اما اهل الغفلة فهم جزء اصلا من فكرة التغريب الفكري اللي حصلت بامتياز في العالم الاسلامي فلذلك لا تعول على هؤلاء يعني هؤلاء تدعو لهم بنور الهداية ان ربنا يرزقهم نور الهداية النهاردة معانا خبر غريب جدا بيتكلم ان بدأ الغرب يحاول يتخذ الطريقة اللي انا قدمت لها في بداية الحلقة اللي هي الرسائل غير المباشرة عايز يوصل ليك رسالة غير مباشرة فبيقولوا ان في سنة 2022 ان في دول عربية هتتحد حول حاكم عربي واحد طبعا الخبر ده خبر في منتهى الخطورة طيب ازاي هو عايز يوصل لك هذا الخبر يوصله لك عن طريق العرافين وعن طريق الكهنة واحنا عندنا في الاسلام عندنا حكم شرعي مستقر في وجدان كل مسلم وكل مؤمن ان الذهاب الى الصحرة والى الكهنة والى العرافين شيء محرم بل يصل الى مرحلة الشرك والعياذ بالله الشرك بالله فهو بيستخدم هذا السلاح ازاي بيستخدم هذا السلاح عشان يوصل لك المعلومة بيجيب ناس وبيقول عليهم ان هم عرافين وبيقول عليهم ان هم ناس بيستطيعوا ان هم يقرأوا في صفحات الغيب والناس للأسف ما عندهاش فهم لهذا الموضوع والجميع بيخاف يقرب من الفكرة دي عشان خاطر ان هو خاف يقع في موضوع الشرك بالله وحرمانية الاستماع والذهاب الى العرافين وفي الحقيقة هم ليسوا عرافين المفاجأة هي دي المفاجأة انهما ليسوا عرافين يعني اشهر العرافين اللي هو نوستراداموس اشهر عراف يعتبر من اشهر العرافين في العصر الحديث يتم اكتشاف انه هو رجل من اسرة مسيحية نصرانية متدينة وكثير القراءة في اخبار اهل الكتاب ونبوءات اهل الكتاب المفاجأة الاكبر كمان ان هذا العراف على الطلاع كبير بكلام الامام علي بن ابي طالب اللي هو بيتكلم عن اخبار ونبوءات اخر الزمن يعني بالعربي ان هذا العراف بيستقي اخباره ليس من قراءة صفحات الغيب ولكن عن طريق اخذ الاخبار من بحر العلم الامام علي بن ابي طالب والامام علي استمع لمين مين اللي علم الامام علي مين اللي ربه الامام علي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول نبوءات والنبوءات دي موجودة اصلا في كتب اهل الكتاب وموجودة في اقوال الامام علي بن ابي طالب وهو يبينها للناس ان هي قراءة في صفحات الغيب في طريقة بيتخذوها بيحاولوا ان هما يمرروا لك بيها الخبر في طريقة كمان اخرى ايه هي هو بيستقرق الاحداث يعني هما شايفين في الغرب في اوروبا وامريكا ان عام 2022 هيحصل فيه ظهور للامام المهدي هو مش هيقولك ان ده هو الامام المهدي اللي هيظهر هو يلمح بطريقة غير مباشرة ويطلع عراف اخر جون والدن وهو من اشهر العرافين ويقوم يقولك ايه يقولك ان في سنة 2022 هيظهر حاكم عربي هيوحد دول زي البحرين زي قطر وبيقول كلام بقى في منطقة الغرابة بيقول ان هذا الحاكم هيكون مركز ادارته للحكم من السعودية انشئت قل من مكة او عايز يقول كده بيقول ان اللي هيدير الدول دية وهيعمل قوة عربية صغرى هو مين هو حاكم عربي وهيكون مركزه في المملكة السعودية طبعا هو جايب الكلام ده ليس من قراءة صفحات الغيب اوعى تنخدئ هو مش جايب الكلام ده من ان هو بيعرف يقرأ الغيب لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى هو بس عايز يمرر معلومة وهو مرسال بستجي زي ما بيقولوا عندنا بالايه بالمصري بيوصل معلومة الغرب عايز يقول لنا ان في الفين اتنين وعشرين احتمالات ظهور المهدي احتمالات كبيرة وما تستغربش لان كل الجهات الاستخباراتية على مستوى العالم عندها قسم كده خاص بيها ناس متخصصة في نبوءات اخر الزمان وبيقرأوا نبوءات التوراة وبيقرأوا نبوءات الانجيل وبيقرأوا اقوال او نبوءات الاسلام المرويات الاسلامية طبعا واكتر واحد برعة في هذه المرويات بتاعت اخر الزمان على سبيل المثال الحصر الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين فهذا النوع من انواع النبوءات ليس بنبوءات انا بكرر والهدف منه تسريع الاحداث كل الكلام اللي بيحصل ده هدفه التسريع بخروج الدجال الاعور من اسره من المكان اللي هو مقيد فيه وعندنا في الاحاديث ان الدجال يخرج في زمان المهدي بعدما المهدي يحقق انتصارات فيخرج في غضبة من غضباته غضبان ان معسكر الايمان بقيادة الامام المهدي بدأ انه هو ينتصر ويحقق انتصارات ويقطع اشقوات كبيرة في طريق النصر والتمكين فيخرج الدجال في غضبة من غضباته هم بيحاولوا انه هم يصرعوا وتيرة الاحداث ودايما بقول ان هم اصحاب نظرية تسريع وتيرة الاحداث وبيستخدموا طرق مختلفة في هذا الامر منها الطريقة بتاعة الاستعانة بالعرفين والكهنة لتمرير اخبار والعرفين والكهنة لهم عارفين حاجة ولا عارفين غيب ولا فيه الكلام دوت خالص والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا الكلام ايضا هو عشان يسرع وتيرة الاحداث بيحافظ على شخصيات هو يرى انها تساعد على ظهور المهدي ومن ثم خروج الدجال من بعده لانه هم متأكدين وعارفين جدا ان لم يظهر الدجال الا اذا ظهر مهدي المسلمين جملة كده واضحة فيدي تعليمات للموظفين اللي عنده اللي هم حكام الدول سواء كانت اسلامية او غير اسلامية لو فيه شخصية من شخصيات اخر الزمان احنا بنشتبه ان هي هتساعد في تسريع فكرة ظهور المهدي اوعى حد يقرب لها خد بالك سواء كانت هذه الشخصية شخصية طيبة او شخصية شريرة سواء كانت هذه الشخصية من معسكر الايمان او من معسكر النفاق هو عايز ابطال ابطال المسرحية يبقوا كلهم على ايه على خشبة المسرح بغد النظر ان دول معانا او ضدنا يعني السوفياني لازم نحافظ عليه صحابي مصر لازم نحافظ عليه التعجيل بظهور اخنص مصر لازم نحافظ على هذه الشخصيات الهاشمي لازم نحافظ على وجوده وبل ونطلعه فوق سطح الاحداث بل ونمكن لهم يعني نديهم نديهم كده جرعة كبيرة جدا ونخليهم مسيطرين على دولة باكملها عشان الناس تبتدي تقول هل هم دول اصحاب الريات السود هل هم دول طالبان هل هم الطالقان تسريع وتيرة الاحداث يعني كالعادة لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك ونلقاكم ان شاء الله غدا ولا تنسوا تسجيل الاعجاب والاشتراك في هذه القناة بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته